شهدت الحديقة اليابانية بحلوان إقبالاً كبيراً من المواطنين في ثلاث أيام عيد الأطحى المبارك للاستمتاع بجمال أشجرها النادرة وأزهارها المميزة وتتميز الحديقة بالتصميماتها على طريقة اليابانية كما أن بها ألعاب مائية للأطفال على قائمة زيارات الأسرة المصرية تأتي الحديقة اليابانية بحلوان لاحتوائها على مناظر جمالية تنقلك من مصر إلى اليابان فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية أنا أول مرة وكده يعني بصوى مكان جميل جداً في حاجات حلوة يعني زي في مراكب في مياه والحاجات الحلوة دي نتنزه تمام في العيد ونفك عن نفسنا شوية كل واحد يجبه الوصول بتاعته تمام ويقعد مع بعض وزي ما نشاف كلها عائلات الحديقة اليابانية تتميز بالهدوء والأشجار النادرة والأزهار المميزة والنباتات المتنوعة والتماثيل الضخمة كما أنها بها ألعاب مائية للأطفال وبها تستطيع التقاط أفضل الصورة التذكارية أنا جيت من زمان وأنا لسه برضو شاب صغير وجيت أنا والأولاد هنا العيال يعني مرتاحين وكويسين يعني المكان الجميل وهادي هي كلها جميل كلها مميزات يعني هي بجد ممتعة والأجواء حلوة ويعني كشكل هي حلوة جيتها قبل كده وبصراحة الأجواء زي الفل وممتعة جدا وإن شاء الله فيه أحسن كمان وكمان ما يقرب من ثلاثمائة حديقة عامة وخمسين حديقة متخصصة بالعاصمة تفتح أبوابها لسكان القاهرة الكبرى خلال أيام العيد بالألعاب الترفيهية والأماكن المميزة والمناظر الرائعة اشتركوا في القناة